بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم احبائي في الله ان شاء الله هتكلم معاكم النهاردة عن النقاش مع الشخصيات السلبية النقاش حبيبي مع الشخصيات السلبية اللي هي ما بتغلطش نفسها ابدا النقاش ده بيبقى متعب بجد متعب حقيقي والتعامل مع النوع ده من الناس بيأثر العمر لانهم ببساطة ما بيشوفوش غير نفسهم وبس وطبعا لازم بيطلعوا نفسهم ان هم الصح وبس وللأسف عتابك ليهم ما بيبقاش ليه اي لازمة غير انه بيتعبك اكتر ما بيرياحك وبيضغط عليك لدرجة تخليك تبطل تعطبهم لانك عارف النتيجة كويس قوي وان هما هيطلعوك ان انت اللي غلطان في الآخر وهيهجموك بشراسة عشان كده النوع ده من الناس هجروا اسلام حل ليك والصحتك والنفسيتك لان مهما حصل مش هيعترفوا بغلطهم ومش هينوبك غير حرق الدمك وبس المشكلة مش انهم بيغلطوا ما بيتأسفوش لا دي المشكلة انهم بيغلطوا وكمان بيجيبوا غلطهم فيك ويزعلوا هما يا سلام فإيه وعا تسمح لاي مخلوق على وجه الارض انه يحسبك حساب الملكين او انه يحطك في موضع اتهام ومطلوب منك انك تدافع عن نفسك واتبرر له كل كلامك وافعالك العفوية فعمل اللي انت شايفه صح وخلاص واللي يريح ضميرك اهم حاجة طالما بترضي ربنا فكك من الناس حط في دماغك ان الوحيد اللي من حقه يحسبك بس هو ربنا سبحانه وتعالى ابعدوا عن العلاقات المرهقة اللي من النوع ده اللي بتخليك طول الوقت محطوط تحت ضغط صعب جدا لان الناس اللي زي دي مهما انت عملت لهم عشان ترضيهم هيفضلوا يتصيدوا ليك الاخطاء عشان يطلعوك وحش وخلاص حرفيا دي حقيقة مؤلمة فما تسمحش الحد انه يعملك بمزاجه شوية يعملك حلو كأنك اقرب الناس ليه وشوية ينفر منك كأنك عدوه ما تسمحش الحد انه يتعامل مع وجودك انه مضمون وانه مهما عمل فيك فهو كده كده هيلاقيك في الاخر مستنيه برضو الناس دي بيسترخصوا الشيء المضمون في حياتهم صعب تدور على التأدير من اللي حواليك وهم ما شايفينك سهل وانت غالي قوي انت غالي عند اللي خلقك سبحانه وتعالى فالمحبة اللي اترخص صاحبها بلاش منها ظروف البشر مدفونة في اعمقهم فلو ما تعرفهاش اكرمهم بحسن الظن بيهم وما تتسرعش في الحكم عليهم لانك ممكن تظلم عزيز وممكن ترفع رخيص عملهم باللي بيظهروا ليك وسيب السرائر اللي ربنا واحده بس عالم فيها لربنا وقبل ما تعايت بحد وتدخل معاي في حوار عملت كده ليه وما عملتش كده ليه ابقى شوفي الاول المرة الكام اللي بتقول وتعيد فيها نفس الكلام وهل هيستجيب ويبطل يعمل نفس الاخطاء المزعجة اللي كان بيعملها ولا مجرد انه هيقولك آسف وحقك علي وكده برضو ما ينفعش ما ينفعش انه يرجع يكرر نفس الاخطاء دي تاني فخلي عتابك اغلى من انك تفضل توجع في دماغك بحاجات مفهومة ووضح وضوح الشمس ان اللي غلطان عارف غلطه وصاحب الحق عارف حقه ومحدش تايه عن الصح ابدا كل حاجة انت بتعملها بالزيادة بتعلم الناس اللي قدامك طبعا مش اي ناس انا بتكلم عن الناس اللي ما بتقدركش او بتقلل منك لانهم هيحسوا انك حد مضمون مهما عملوا معاك او مهما عملوا فيك مش هتعرف تستغنى او تبعد عنهم ده من وجهة نظرهم اي حاجة الناس بتاخدها بالزيادة ومن غير مجهود مع الوقت بتبقى ملهاش اي قيمة كل حاجة بتعملها انت بحب او جدعانة او تيب خاطر وافتكرت انك بتعمل خير وواقف وقفة رجالة فانت كده اديت الناس اللي ما بتقدركش فرصة لاستغلالك استغلالك مش بس الفلوس او حاجة مادية لا طبعا لان كده بيستغلوك في عمرك بيسرقوا طقتك بيسرقوا مشاعرك حلمك او اي طبع حلو فيك يوحشوه والاصعب من كده ان بيتسرق منك سنين عمرك وانت بتحاول تعود كل حاجة مريت بها في حياتك وطبعا هيبقى صعب تعودها ويمكن يكون مستحيل عشان كده لازم تتعلم الاعتدال ايوه خليك معتدل اتعلم امتى تدي اتعلم هتدي لمين وخير الامور الوسط واعرف ان انت عشان تبقى انسان عزيز ابعد عن اي حد ما بيقدركش اللي متربي على العز ما بيكرهش لحد الخير واوقات كتير لما بتزعل من حد انت بتحبه وبيكون الانسان ده ليه عندك مكانة كبيرة قوي في قلبك الزعل ده وقتها ما بيكونش مجرد زعل ده بيبقى جرح ووجعه ما بيتقدرش ووجعه ما بتقدرش توصفه ووقتها بيكون قلبك واخد على خطره وقتها بيكون قلبك بيبقى موجوع قوي وبتحس انه بيقن وقتها بتبقى عايز تقول للشخص ده لو تعرف انا قد ايه بحبك لو تعرف القلب اللي تواجع بسببك ده شايفك ازاي دلوقتي كنت عمرك ما عملت كده وقتها لسانك بيتلجم حتى العتاب واللوم ما بيبقاش لي فايدة بتكتفف بالصمت وانت موجوع لان كلامك وقتها مش هيخفف جرحك ولا هيعوضك عن وجع قلبك بس لو قلبك بيتكلم كان هو اللي اشتكى لانه هو اكتر حد تأذى فبلاش تقسوا على الناس اللي بتحبوها لمجرد انكم متأكدين من حبهم ليكوا ووسطين انه هم هيتحملوا ده الجمل مهما تحمل مشقة السفر هيجي عليه وقت وهينخ ومش هيقدر يكمل كل جمل وليه طاقة وكل قلب وليه قدر التحمل الزعل بيوجع على قدر الحب اللي شايله جواه الانسان بس الزعل مش بس بيوجع القلب لا ده بيعوره ايوة والله بيعوره تخيل انت مجرد تعويرة صغيرة في ايديك مش بتقدر تتحملها فما بالك لو التعويرة دي كانت في قلبك لقدر الله فرفقا رفقا بقلوب الناس اللي بتحبكم رفقا بقلوب الناس اللي بتعملكوا بصدق ومخلصين ليكم رفقا بالناس دي رفقا بالناس اللي قلبها طيب ولين ارحموا اللي بتحبوهم خليكم عليهم حنينين عشان ما تجيش في وقت وتندموا احبائي في الله كده خلصنا موضوعنا النهاردة ونختم كلامنا باحب الكلام والذكر الى الله سبحانه وتعالى سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين احبائي في الله ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة وشوفكو قريب ان شاء الله في فيديو جديد فحفظ الله ورعايته اشتركوا في القناة